في المواقف النيابية أعلن أن نائب خليل الصالح عزمه التقدم باقتراح بقانون لمنح الموظفين الحق في استبدال الإجازات السنوية ببدل نقدي واعتبر الصالح أن من حق الموظف استبدال إجازاته قبل التقاعد أسوة بالجهات الأخرى في الدولة التي تسمح بذلك وأكد أنه في ظل غلاء الأسعار وضغط القروض على المواطنين وصعوبة الأوضاع المعيشية لا يعقل أن يحرم الموظف من استبدال إجازاته خصوصا وأن أغلب المواطنين لا يستطيعون الحصول على قروض جديدة من البنوك بسبب بلوغهم الحد الأقصى طلب الصالح الحكومة بتعاون لإقرار هذا القانون في أسرع وقتا باعتباره يمس بشكل مباشر حاجات المواطنين ومصالحهم